شارك وزير المياه والبيئة المهندس توفق الشرجبي في الجلسة الخاصة لمناقشة تقرير المناخ والتنمية في اليمن وجبوتي الذي نظمها البنك الدولي على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ المنعقد في العاصمة الإدرباجانية باكو وأكد الوزير الشرجبي أن تقرير المناخ والتنمية يشكل مساهمة جيدة لليمن في مواجهة تغير المناخ وسيعمل على تسهيل الوصول لعدد من التمويلات المناخية في ظل الهشاشة الهيكلية والتقنية التي يعيشها المؤسسات جراء الحرب مشيرا إلى أن التقرير يتماشى بشكل كبير مع الأولويات العاجلة لليمن قصوصا في مجال الأمن الماء والغذائي وتعزيز سبل العيش وتجيع نهج تكيف المناخي القايم على المناطق ولافتا على أهمية دور الشركاء التنمويين لليمن في تقديم المساعدة التكنولوجية والتقنية وبناء القدرات